يا كريم لأن الجماهير زي ما انت قلت وزي ما احنا دايما بنقول وبالناشد ان الجماهير يا جماعة ده عصب اللعبة عصب الرياضة يعني زي ما احنا بنقول كده هو جوز الى تجزأ من اللي بيحصل داخل أرض الملعب هو الوقود اللي بيحرك اللعبين بيخليهم الحياة يكون عندهم حافز ويقدموا كل اللي عندهم ويبقى فيه إبداع في أرض الملعب احنا بنشوف التشجيع قد ايه بيغير مصار مطشط كتير جدا ده شفناه في مباريات كتيرة وكبيرة ورسمية مش ممكن ولا طبيعي ان كل دوريات من حوالينا بعد ازمة طبعا كوفيد او كورونا اللي ضربت العالم كله وبما فيهم اكيد مصر رجعت فيه كل الجماهير كامل العدد احنا شفنا كل الاستادات المختلفة في كل الدول المختلفة سواء دول عربية او دول اوروبية شفنا عودة للجماهير بكامل طاقتها احنا محتاجين ان احنا نشوف المشهد ده يرجع تاني احنا ما كانش فيه زي الجماهير المصرية احنا دايما الجمهور المصري مختلف بتشجيعه بدعمه للفريق منتخب مصر شاف وشاهد عصور كبيرة جدا وعصور الحقيقة زي ما احنا بنقول كده كان المنتخب كان منور فيها ده كان بسبب الجمهور والجمهور كان جزء لا تجزأ من العصر ده عصر دهبي زي ما احنا شفنا 2006 2008 2010 شفنا قد ايه الجماهير كانت موجودة في الاستادات وفي الشوارع كمان بتشجع فمحتاجين ان النهاردة تبقى انطلاقة لعودة الجماهير مرة تانية وبعد كده بقى يعني نشوف الجماهير في كل المحافل الحياة الرسمية الخاصة بمنتخب مصر وايضا بالاندية اللي هما بيشجعوها الحياة ده